عايز ربك يصلح حالك اعرف دينك عايز دنيا يفتح حالك اعرف دينك عايز حكمة ورحمة وجن عايز حكمة ورحمة وجن عايز تجمع دنيا واخرة اعرف 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اولها قل اولي اولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يا الله خير اما يشركون الحقيقة الليلة ليلة الليلة الاولى من رجب اسمه رجب الفرد الاول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسأل الله تبارك وتعالى ان ازود كلمة على الدعاء اللي انتوا حفظينه اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على عمل يرضيك وفقهنا فيه في ديننا اولو تاني اللهم بلغنا بلغنا رمضان كأنك يوزيد مغازيد ليه بتسأل رمضان ليه بتسأل ربنا يبلغك رمضان عشان تجتهد اكتر كلمة ورد غطاها انت مجتهد طول السنة زي الاشهر الحرم شمال التوبة بصفحة ان ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرها في كتاب الله يوم خلق السنوات والانت منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وظلموا نفسكم في غير الاشهر الحرم نووو العلماء يقولون على المؤمن الا يظلم نفسه طول السنة ومن باب اولى يخلي باله منها اوي 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 في الاشهر الحرم اللي منها رجب الفرد وسمي يا رجب الفرد لان لقابله حرام ولا بعده حرام زل قعدة زل حجة المحرم حضنين بعض والرابع رجب الفرد اللي بسأل ربنا فيه يتم علينا النعمة ويعلمنا فيه الدين ملحوظة لا املوا من تكرارها نحن في هذا اللقاء بنقول كل مرة نجتمع فيها الدين ليس مجرد شعائف الدين بناء متكامل لشخصية المجتمع والناس الدين فيه موضوعات ما سمعتوش عنها يجب ان تعرفوها يجب ان تعرفوها ده حديث كلكم حافظينه مش معادو الليلة بس خلاص جيه في السكة المسلم ها انا مش صغير بقى عشان اقولي النبي ما قالش من صلاة وساط النبي ما قالش من حج او اعتمر مفيش كده الحج له حرمته العمرة لها كيانها الصلاة عماد الدين بط ولكن بط يعني لكن بي يو تي بي خفيفة مثل لكن مش كل حاجة المسلم من سلم الناس من لسانه ويدي اه اعرف دين اجباء اعرف دين اجباء مش ده دين ولا بطي نشوكي المسلم من سلم لأزيني ولأزيك لب كلمة ولب ايد بضرب وقد اكتشفت لها معنا جديدا من تلاتين سنة ان من تأتي بمعنى السبب مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم فيمكن ان يكون معنى الحديث المسلم من سلم الناس من لسانه بسبب لسانه يدافع عنهم ده الله معنى بيوتي بيوتي المصدر اه خبره بيض وياده بسبب ياده يعمل ليطعمهم مش بس ما يدربهم شي الليلة ما عدنا الدنيا عند البخيل الدنيا عند البخيل وعشان انا جايب لكو تحفة معايا ذكرها الجاحز من اكتر من الف سنة الجاحز اكتر من الف سنة الدنيا عند البخيل ابوه وام وسيده وسيدته وابنه وبنته وجاره وجارته وآلفه وزيد من ايه توزيد دنيا عند البخيل هي كل حاجة هي كل حاجة في الحلقات اللي فاتت شفنا الدنيا عند ربنا اهوى من شاه نيته وشفناها عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمثل شجرة استظل تحتها ساعة وقام وانصرفها وقلنا واكدنا على ان الكريم والمعترم واللي بيدي هو اللي شايف الدنيا هينا البخيل بقى مش شايف الدنيا هينا واشوف معاكم اللي ذكر الجاحز في كتابه البخلاء في كتاب كبير اسمه البخلاء المجلد رقم اتنين فيه القصة اللي انا جبتها امثلها لكو دي واحد فيه الكوش كان بخيل ومات فبعته لابنه كبير في البصرة مش ساكن معاه تعالى ابوك مات فراح الكوفة صلى على ابوه ودفنه وروح بيت ابوه فاخواته جابوله الطبق ده بس ما كانش فيه لون احمر كده وحلو زي ده يعني جابوله الطبق ده وجابوله لقمة شايفين اللقمة اه جابوله الطبق الحلو ده فيه بحر كده المتشايفين حت جبنة فيها بحر فيها بحر يعني فيها فاتحة كده فيها مجرى يعني كانوا العرب يعملوا في البهيمة بحر في ودنها وسموها بحيرة عشان كده ربنا قال ما جعل الله من بحيرة انتوا اللي خرمتوا ودنيها فربنا معلش في الجبنة بحر ولكن البني آدم فهم اللي ما جابوله اللقمة وشاف البحر ده ازي انتوا شايفينه ده قال ما هذا قالوله من ابوك لما كان يجي يأكل بسم الله الرحمن الرحيم البخيل بقى الله يرحمه يأكل كده يمسح اللقمة كده وتاني هم يجيبوله طبق الجبنة ده ويمسح اللقمة كده لغاية لما بقى البحر كده البحر اللي قال بيمسح اللقمة أبويا لا أرحمه ما قالش الله أرحمه على فترة بيمسح اللقمة كده في الجبنة والله لو أعلم ذلك ما صليت عليه خلي الطبق في إيدي عشان هقول فيه حتة تاني الولى قال والله لو أعلم ذلك ما صليت عليه لو كنت مكانه لشممتها من بعيد يالله ليس ور لو كنت ومكانه لشممت اللقمة من بعيد يعني ما سلمس حتة الجبنة الكلام ده مين اللي قاله الجاحز قالي البحر هيا طب وإيه حتة الجبنة ولا الفرخة ولا كله اللحمة ولا أي مستوى من مستوى المعيشة حيدوم يعني أقولكو على تحفة إيش حد ينكرها أبدا آه تحفة لما الميت يموت أو الميت تموت وهو ذكر بيموت والأنسة بتموت أول حاجة أهله بيعملوها فيه بيقلعوه هدوم حتة صعبة شوي ها خلاص دكتور المات وتأكده على قول الإمام الشفعي أول حاجة من حقه علينا نتأكد من وفاته لأن القلب قد يسكت ثم يعود لتنبيه من الإمام الشفعي ما تتصرعش وتغسل وتهدي التورب صاح تأكد إنه مات إقلع بربوس وهي لما تموت يدخل الحبايب إقلعي قال عمر بتلبس الغالي الله أعلم بيقولوه بقى بس بقوله كده وأنا متأكد والسلاسل يا رت والسلاسل الدهب عارفين ليه بيقلعوا الميت هدوم وبيقلعوا الميت هدومها علشان بمجرد موته وما بقتش الهدوم ملكه إقلع يا ابن اللذين اللي مش بتاعك هو كان بتاعك ونت صاح الروح سلمت بقى ده ورسة وهو لسه بإنه بإنه يا عالم النهاردة وديه اسمها بكرة تمورو مش عارف كده ما كنت صليت عليه ده موسرف حتة قبل ما أخد تليفوناتكم حتة بزمتكم بقى مش اللي هي عايشة وبتلاقي فرخة كل أسبوع وبتقول بخيل مش الظلمة آه والله الظلمة اللي إنها ما قريتش الجاحز ما شافيتش الطبق الجبنة قولي بقى يا سياتر يا رب وحمدي ربنا قولي شحيح قولي حريص قولي ما بيصرفش قوي قوي وانا عايزاه يصرف قوي وحده وهكذا ومعايا الحج وحيد يا لاب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ مبهول أمنور القناة الله ينور ونشكر المقيمين على القناة الله يكرمك ونشكر المشاهدين وجميع المسلمين العرب والمشاهدات والمشاهدات صلى على الحبيب قلبك كثير صلى على الحبيب أمي primo المطيف صلى على الحبيب شباه بلا طبيب صلى على الحبيب يأتيك الفرق قريب اللهم صلي وسلم أنا أسعدك بس لما تيكت تقعد في السيديو وتجيب بتاعك كده زهورية وتحط الوردتين بتاعك الحلوين هو أصد اللي بيموت هل هم بيتخنوا بهدوم وقال للشهيد لما هو هدوم كده كده هي إله عشان يلبس الكفر يتلل الثبيلة زيدنا محمد يا حج مبروك ده أنت مبروك ومخلي الدينة كلها مبروك الله يبارك فيك يا حج مبروك يا قرة عيني يا فزة كبدي حنفتك بعد كلي حبيبي وتعصد عيني اسمها يا قرة عيني يا قرة عيني أيها المنادر المؤضاف منصور عشان تغرب بفايدة بعد وحيد المنادر القرآن نزل باللسان عربي مبين فلما تيجي تقول يا قرة عيني وتبليفني ما تعديش على أستاذ يا قرة عيني يا قلب روحي يا روحة فؤادي كلها منصوبة كده فما تيجي تنادي على المضاف المفرم للعالم تبنيه على ما يرفع به يا محمد ما ابنى على الضم نكرة مقصودة يبقى زي يا محمد والنكرة المقصودة تقول له يا طالب لو في طالب قدامكم من تشعره فهو نكرة لكنه مقصودة لا تقصد غيره يلحق بالمفرد العالم يبنى على ما يرفع به أما إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه ينصب أبناء مصر يعني يا أبناء مصر يا طالبا مجدا شبيه بالمضاف يبقى منادى منصوب أو نكرة غير مقصودة يا طالبا اجتهد فطالب يجوز في نداءها وجهان البناء على ما يرفع به يا طالبو ضم على البه يا إما تنصب طالبا وجه تقول يا طالبو إذا كان نكرة مقصودة أيوة أستاذ جمال عم جمال نعم تحت أمرك شبا عليك يا مولاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شبا عليك يا مولاني الله ينور عليك شبا عليك يا مولاني نعم يا مولاني نعم طب حاجة كده أولك على يا مولاني لي يا أخ توصل الله يرحمه لي يا أخ توصل الله يرحمه إدعيله يا شيء وإنت دعيله قبلي فكان له باتين قرب لا سنة 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 وإنت دعيل أخوك قبلي من السامع دعا ليه هياخد سنة وإيه بقول لك أنت هتدعي لأخوك قبلي وقبلي الدنيا أيوة كده ضيفت عليك تفضل ما تقول له الله يا مولاني طيب المهم إيه خلفيته كلها بنات الله خلفيته كلها بنات ام أنا تنزلت عن 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 اللي عن اللي في السنة طيب فكانت عامل مشروع فاني ما عرفتش عنه حاجة آه فكان عامل مشروع فمرتو حصفت المشروع وخالت يفلس بنزل ما تقولي آه يعني أنت تنزلت عن الحاجات السهلة آه وبعدين دي ريت بقى وبعدين دي ريت إن أخوك وراه لابشة كبيرة آه آه فاطمعت بقى آه أيوة لو وراه مشروع آه صحية ما كنتيش كيل آه أيوة آه 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 مشروع كبير يا جمال لا مشروع صغير مشروع صغير يبقى خلي الجميل في الجميل بقى لا صغير يا مولاني يبقى خلي الجميل في الجميل بقى خلي التنازل شغال لا ما علاك ليش يا مولاني ما علاك ليش بقى عتيبها قولها إغصى عليكي قولها أنت كخة قولها أنت كخة وعدي وعدي هي هتقولك شكرا يا جمال أستاذ محمد ألو أهلا بيك يا أستاذنا الله يستورك يا اللي تعلمنا منك كل خير بنا يستورك كل لحظة ودقيقة بقولها زي حضرتك حضرتك يا رب أه والله تدعيني بالشفة لي عشان أنا تعبانة ومحمزة منتي قعدة معايا ومحمزة وسلمة ربنا يبارك فيها والله بتخدمني وأكلنا عيلة صغيرة وجوزها موجود بس هي مطلقة وعادة معايا ربنا يا ربنا يصلح حالها يا رب تدعينها هي وحمزة إن كان رجوعها لأبو حمزة ركزي معاها بتخدمني ابنه دعينيها ركزي معاها ما هي بنتك وتشيل ترابك وتشيل ترابك حاببتي هي حقك عليها كده وأنت أستاذنا الله يستورك والله اتعلمت منك كل خير ربنا يكرمك كتر ألف خير والله أنت أستاذ كل وسلمنا لأمو حمزة وإذا كان رجوعها لأبي حمزة فيه الخير ترجع له وإذا كان مش كده ربنا يعوضها بزوج يفهمه أن المطلقة اللي معاها أولاد ما هي السكند هاند مش مستعملة عيب اعرف دينك قد تكون قد يكون مهر الوحدة اللي سبق جوازها أكتر من مهر البنت شرعاً وفاصل ونواصل فانتظرون أهلاً بحضراتكم وبالعود الذي أرجوه أحمد في جماعة جمل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فبيتعرف عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال من أميركم من سيدكم من وليكم من شيخكم ألو فلان وفيه بخل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأي شد وضم دائن أدوأ من البخل روح الحديث لو حد يكتبه على كومبيوتر تحت مني كده وأي دائن أدواء من البخل يعني لا داء يصل إلى البخل أنا وانا جاي في الطريق دماغي عاملة سرشة على البلاو اللي إحنا فيها الأمراض يعني كانسر مثلا هل يدخل الكنسر في الموضوع أه البخل أشنع من الكنسر شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأي دائن أدوأ يعني أشد وأعتى من البخل فلان أميركم وسمى لهم عبد الله بن عمر بن الجموح رجل فيه كرم غيروا النبي عليه الصلاة والسلام غير الأمير وفيه بخل وعايز أقول لكم حاجة لو قدامكم أو في بيكم صحيح البخاري هتلاقي ما استعاد منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم استعاد بالله من البخل وفيه قاعدة عندنا في الشرع قاعدة بتقول كل شيء استعاد النبي صلى الله عليه وسلم ما بالله منه شر وسوء يبقى إيه وصف للبخل كده مدام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من البخل إذن البخل سوء وشر وفيه سطر جميل في جميع كتب التفاسير يقول الله كريم يحب كل كريم معانا السيد مصطفى تفضل يا سيد مصطفى ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا وزوجتي فوق السبعين سنة الله يديكم طلط العمر وحسن العمل الله يخبر طبعا معاشات كويس ولا يوجد لنا دخل إلا المعاشات وشهادات الاستثمار كويس نحسب الزكاة الزكاة يا أستاذ مصطفى هل أنا حكمل لحضرتك أنا حكمل لحضرتك أنا حكمل لحضرتك أخليك معايا أيوة أنا حكمل لحضرتك الزكاة عندش هادة استثمار مثلا بمتين ألف ناشي جاء لإني لو بعشر تلاف من عليها الزكاة لا عشرين تلاتين أربع بمتين تستمية ألف بأدوة مليون الله يفتع عليك المليون دي جابت بآخر السنة مليون سبعة وعشرين ناشي أطلع الزكاة على المليون سبعة وعشرين اه وصلت اه يعني هطلع قيمة الشهادات زائد العين الله يسترك اثنين ونصف المية لا تعامل معاملة الأراضي الزراعية اه لا خلاص ما تشغلش بالك انت عرفت الإجابة اه يعني ملهي ده أو بإحكاة العائد أو عشرة في المية ده لا 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 طيب خلاص نسلم على الحجة الله يخليك الله الله يكريمك يا رب استاذ عبدالله بس أنا وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجبر خطرك والله أنا أنا ما عنديش أي اسئلة أنا بس ما اتصل على عشان أنا يعني بحب حضرتك لله يعني حبيت إن أنا أكلم حضرتك وأنا ما عنديش أي اسئلة بس أنا حبيت أكلم حضرتك طب اسمع اسمع الجملة دي اتفضل حضرتك أحبك الله بنداه وكرمه قول آمين اللهم آمين يا رب العالمين وكل من أحبنا في الله أدعو له بهذا الدعاء شكرا يا عبدالله شكرا شكرا استاذ محمد من الشرقية السلام عليكم الشيخ مبروك الشيخ محمد فضل عبدالرحمن عمر من قرية أبو شميس مركز ومدينة الحسنية وحفظة الشرقية أهديك تحيات كل أهلي وجيراني طريق جزيرة النص لأ احنا طريق الحسنية جزيرة النص دي فقوس يا معالي فاضلتي الشيخ بس توصل منها للحسنية النص ساعة باكن في الحسنية عالترعة عالترعة تاخد يمين تبقى في الحسنية عالترعة مظبوط طرعة الترعة تبقى من ايه بس من أول العالمين من فجوس من فجوس الله يديك الصحة والعالم يتكمل فجوس وتاخد شمال على الحسنية الله يبارك لك يلا قول يا محمد قول يا محمد الله يبارك لك ده احنا زرنا النبي لو تيه دلوقتي يا شيخ مبروك عزا بولك على حاجة انا رجل والدي الحاج فاضل رجل مسين كمير خالص وكان عنده عملية استسقى على المخ فطبعا الدكاترة في جامعة الزجاج الجال وبلش تعمل له عملية عشان كبرسنه بس اصبح دلوقتي ممكن يطلع في الشارع علاج الشيخ مبروك معدي يقول الشيخ مبروك كان عاوز يضربني ويخطفني علاجي مثلا فلان معدي يقول لك فلان ضربني وخطفني فمش انت عارف اعملي اقول لك انا اقول لك والله العظيم بس ما تكفلتك عادي كملك برضي والله انا هقول لك وكمل براحتك عادي جدا بس انا هقول لك انا هقول لك بس هقول لك نمي هو وغيره يا رب من كل مبتلا ومكروب ومريض ربنا يعافل جميعا اسمعني يا محمد يا رب ارحمني يا رب ارحمني هتسمعني ولا لا بص يا محمد نقطة اين النقطة الاولى الدكاترة اللي قالوا لك ما تعملش لابوك العملية سيقات ومحترمين ولا مش عايزين يغرموك والعملية كانت تنفع لولدك دي اول نقطة دي اول نقطة تاني نقطة اوعى تتخيل او انا او ابني ان مطلوب من كل اب وام يلتزم عصرات المستقيم وانا اعجوه على انتريه حاطة رجلي على رجل ابويا ما بيشتمشي حد ابويا ما بيغلطش في حد ابويا ما بياخدش فوص من حد لا بابويا في عهدتي ايه كما كنت في عهدتي ايام صباية سلف وديني حبيبي شوف كان بيجري وراك في الشارع عشان هتضرب عايب تضرب عايب ابوه حيجي يضرب امك بيجري وراك عشان مفيش عربية تخبطك انت اجري وراه وحوشه وانت بتدخنه بوسه ده جهاد ده جهاد ده الدين مات 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 الزوجة والرجل كان كبير شوف التابعين عملوا ايه وتأسى بسين واحدة لو ابوهم بعد وفاة مراته كبير في السن وبيطلع الشارع بلبوس والجنان الحقوا ابوكوا ايه معاليش يا راجل كبير يا ابو يا وباحدين يتجمعوا العيال شوف اللي عايزين ربنا وعايزين الجنة وعايزين ربنا يبلغهم رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان عشان ايه عشان نبقى حلوين عشان نبقى حلوين فالعيالي تجمعوا كان وقت زمن الزمن جواري كان فيه جواري في السوق دلوقت اتمنعت مفيش نيلة راحوا اشتروله جارية اشتروا لابوهم جارية وفهموها وظيفتك الاولى والاخيرة تقعدي تلعبي ابونا فقعدت الشجارية مع الراجل وجابيتلوا لعد academic تعمله كده حقله راح والعبادة ترفعت من عليه وبيقضها ايام عشان ربنا يكرمك بيه ودخلك به جناته عايز ايه انت عايز تورت الانتريت ابوك جوه انت عايزه جوه لغاية لما ييجي الاجل مش انت بالذات الاغلبية عايز اللي جوه درب منها يتوقفه ونخلص منه ونقلعه هدوم مش هتبقى ملكم ارسازة دعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا شيخ مبروك ربنا نسترك الله يبرك لك انا كنت عايزة اسأل بخصوص الزكا على الذهب انا بصراحة عندي جزء من الذهب بلبسه وغزء سولاء للولاد يعني هل لما يجي اطلع دكا اطلع على الجزئين كلهم ولا الجزء لنا سولاء بس شايف ادية اه عجوز عالك مين اجوة في رأي فقهي لا زكاه على ذهب الحلي للمرأة انا ضده عايزة تاخذ برأي ومقتنع به لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة ان تطوف في الكعبة وفي يدها سورتين فقال لا سيدنا محمد ويابطوف اخرجت زكاة هذين قالت لا انا لبساهم حلية قال اتحبين ان تتوقي بهما في جهنم قالت لا ان اخرجي زكاتهما فيش حاجة اسمها زكاة الحلية ما عليهاش زكاة لا تجم اللي انت شايله واللي انت لبساه واللي انت بتتحلي به اللي اتنين وطلع زكاتهم للفقراء والمساكين السادس ابراهيم طنطة غربية اهلا يا ابراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الموضوع اللي انا بكلب حضرتك فيه انا عندي بنت السنوية عامة بني يكرمها ولي زيها مشكلة بس انا دولاتي وقف المشكلة معاها اللي ايا فيه واحد بيطارد لها ومبير من المحصنات وبيشكك فيها للناس علشان هي ما كانش عايزة تقبل ولا تكلمه وعمل فديحة في الشارع تمام لا قبلي تمام انا دولاتي عمدت محاضر وقلام من ده انا عايز لا يعني انا نايم مثلا عشان اقولك تمام على واحد بدايقك في بنتك اقولك تمام ازاي اقول تمام ازاي انا عايز اعرف الدعوة اول حاجة لا بس انا بس اقولك سؤال علشان بنت مجهومة وانا عايزة اول حاجة تعملها اهل هذا الولد ما بيعملولوش حاجة لا معليش لا معليش ما معليش انت ما تعرفش بيعملو ايه يمكن بيعملولو وبيقوب النار في ايماكن معينة ولا بيقولوش للناس ممكن جدا والد الدين النصيحة اعمل اتكت مجهومة الدين النصيحة ولد والاهل انت رمضتوا بيتهم الشرطة ماذا نقوله ايه الشرطة كل تحريات كل تحريات يعني كل تحريات طب ولما يتحروا حيلقوا كلامك صحيح حيلقوا كلامك صحيح ايوه ايوه انا عايز ونمر التلاتة استنى بس يا عبدالله نمر التلاتة نمر التلاتة ودي مهمة جدا المفروض تبقى نمر واحد انا اخلي بنتي تعتكف على كتبها بكل هدوء من غير ادخال موضوعات وفتع عينيها وهي يعنيها متفتاحة طبيعي بس يعني انا اقعد مع بنتي انت دينك دينك اللي حيضا خليك الجنة تفتحي الكتاب وتحدي تقريب عليك درس اسمه النداب في النحو شرحوا الدكتور مبروك عطية استفدت منه ايه تقولي يا ابراهيمون طيب عبدالله بقى تقولي عبدالله لا عمونال مضاف يبقى عبدالله ما هنا بالأبكات حتى علمي من هنا مسلساته من هنا فراغية ما انتش فاضي الخيال يشوفك يبقى لهو حيشوفها ولا الطيب النقي الطاهر حيشوفها الاول انا مع بنتي هي والبيت لزق وحدة لا تخرج إلا لضرورة ليه حدارس مثلا يبقى تخرج وهي خارجة اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين يحوش ربنا عنها وعن بنتنا الأوغاد الأوباش الذين لم يعرفوا دينا ولم يعرفوا تربية حصلت منازعات ومناوشات يبقى حوشه ابنكه في مرة في القرن الرابع شيخ اسمه محمد كان بيدرس في بغداد فسأل التلامزة اللي قدامه سؤالا قالهم إذا كنت راعي غنم وتبعك كلب فماذا تفعلوا فقاموا واحد من التلامزة وقال أدفعه يعني أمشي قال سيعود إليك قال أدفعه قال سيعود إليك إذا حترع الغنم ولا تحوش الكلب يا ابني أسلم طريقة أن تنادي أهله فيخرج أصغر طفل فيناديه فينصرف إليه ويتركك والشيطان كلب لا يصرفه عنك إلا من خلقه وقد قال الله في سورة الأعراف وفي الصلة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعز بالله فاستعز بالله أنا أستعز بالله من الشيطان الرجيم وأنا على يقين بأن الله سيدفع عن الشيطان لأنه خالقه هو القادر عليه وأستعين بأهل الولد يا أهل الولد امنعوا ولدكم مش امنعوا كلبكم بقى قال لكلبك دي في ضميرك من جوه امنعوا حبيبكم وهم أدرى الناس بأنهم وخد مع الجماعة طيبين وخد مع الجماعة لهم كلمة وخد مع الجماعة لهم سطوة وانت فاهم الأمور يعني فاصل ونواصل فانتظرونا أرجوكم أهلا بحضراتكم متولي من المنصورة برحب بيك السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وكل لحظة وحضراتك طيب الله وحضرتك وجميع المشاهدين وانا يعني نفس أقول انت أستاذنا لكن ده مش مقام اللي انت انت مقام الدكتور مبروك يعني له في قلبي ما له من حب وتقدير واللي بيكلمنا على الدكتور مبروك بقول له بقول له هذا بقول يؤصل العلم أنا مش عالم ولا حاجة أنا رجل يعني على قد خالص يعني ولكن أنا بحبك لأن أنا عملت معاك مداخلات سابقة كتير جدا أحبك الله وسعيد وشرفت اللي انت على قناة النهار الله يزيد وأشكر الإعداد وأشكر حضرتك وسؤال بسيط بس يعني ايه الوصية الوجبة حاضر يعني ايه الوصية الوجبة حاضر شكراً يا دكتور فقراء قانون سنة 1946 ومعناها وصية الوصية الوجبة هي وصية الأحفاد الذين مات أبوهم أو ماتت أموهم في حياة جدهم ولم ولم يوصلهم جدهم أو ينفق عليهم نفقة زائدة تقدر بقدر الوصية يعني لجدهم قال العيال اللي تاخد كذا وعمامهم حيحرموهم من الميراس لإني أبوهم مات والميت ما بيرس الحي فالوصية سواء كيت واجبة أو اختيارية مش واجبة في الأحفاد يعني لا تزيد عن التلت ويمكن الجمع بين الاتنين إذا أمكن فإذا تعارض أو المال لا يسمح قدمة الوصية الواجبة على الوصية اللي بيسميها الفقهاء الاختيارية يبقى واحد مات في حياة أبوه وسب ولدين أو ولد وبنت مات في حياة أبوه الولد والبنت دول ما خدوش من جدهم حاجة تعد المراس أبوهم الله يرحمه هيشاركوا العام كأن أبوهم عايش ياخدوا نصيب نصيب باباهم لو نصيب باباهم ما يزيدش عن تلت التاركة لو زاد عن تلت التاركة الوصية لا تزيد خمسين قرش على تلت التاركة أستاذة أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيحرك يا دكتور ربنا طعب حضرتك يا رب اللهم أمين نسلم بس كان عندي استثار دلوقتي أنا بنت وحيدة يعني أنا ما عنديش إخوات خالص ووالدي ربنا يجيله صحة ويكرم كان ما حاوش مبلغ بالإضافة للمبلغ اللي أخده بعد المعاش هو قرر إنه هو يشتري بيوم بيت أو عقار يعني وهو بيقول إنه يستغني خالص عن ورشه في أبوه ومش عايز أي حاجة ومتنازل عنه لإخواته وقرر إنه هو يشتري العقار دوت ويكتبه بالكامل بإسمي أنا الوحيد فهل هو يؤثم إذا عمل الموضوع دول باللغة العربية الأول اسمها يأثم هل هو يأثم هو يأثم في حالة واحدة إذا نوى حرمانا إخوته من مباسم لكن إذا كان عايز يهدي بنته دية يجب لها بيت يجب لها فيلا يجب لها عربية ولم يخطر بباده مسألة إنه أنا دية بنت واحدة فنصبها إن شاء الله بعد عمر طويل نص التاركة وإن كانت واحدة انتلاها النصف والباقي للخوات وبقيس الورثة والوالدين لكل واحد منهم السودس والأب لو موجود يأخذ السودس ويأخذ الباقي تعصيب لإن الماء يتساب فرع وارث أنثى وإنتي أنثى فهو بابا لا يأسم إذا ما كانش خطر على باله يحرم إخواته من الميراث بس إيمان من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله رضي حضرتك يا دكتور ربنا يجبر خطرتك أنا والدة إيمان أنا والله بحبك في الله أو يا دكتور والله بحبك بناداه وكرمه والله بجد حضرتك عمليك وصوحتك طيب الحمد لله ما دمنا بنحلم بربنا بقول لحضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال هما سؤالين بس الأهم الأول أن لي أخ أصغر مني ماشي بس أخي ده مضمن مخدرات ومالو ماشي مضمن مخدرات مضمن يا رب فالمهم دلوقتي بطلب مني فلوس أنا حالة الحمد لله ما في الصرع الحمد لله بس هو عايز مني فلوس عشان يشرب بيها مخدرات فأنا أعمل لي يا دكتور إيه أنا أقول لك أنا أساعد أخويا بعنايا لاتنين عشان يأكل ماشي وعشان يتداوى إذا كنت حديره فلوس كاش كاش ماني هياخدها ويجرع بتاع المخدرات أنا أجيب الفلوس زيت و سكر و صبون و شاي و سكر لولادي يغسل له كمان له ولولاده لو كان دخله لا يكفيه أحول البنك نوت اللي حيهبوره و يجري بتاع المخدرات إلى مواد التموينية إن شاء الله يبيحها بقى هو و يجيب بقى مخدرات أنا مش هستطبعه طيب الفلوس دي يا دكتور عايزنا جبها أسرق من وراء جوزي وجوزي شايا و أنا شايا دي نقطة تانية بقى دي نقطة تانية دي نقطة تانية الزوج الزوج مش واجب عليه يعين أخوك بس إنما انت لو ليك زمة مالية مستقلة و مليارديرة لي آه لي و مليونيرة ها مليونيرة مؤمن بس تحرموني من مراتي دي نقطة تالتة بقى حرموني من مراتي مش مليونيرة بس الحمد لله ربنا مديلي طب الحمد لله الحمد لله يعني أنا قصدي من مالك الخاص تطلع الزكاة تطلع زكاة مالك و من مالك الخاص حقي و من مالك الخاص عطمري و من مالك الخاص تدي زكاةك لإخواتك لو كان خواتك محتاجين لا مش محتاجين مخلوق مخلوق قال لاش يبقى المحتاجين أولى بيهددني يا دكتور بيهددني هو مش هيسكت يعني هو مش هتقولله ما هو إحنا لو نعرف ديلنا كنت اللطرت بيهددني يا دكتور بيهددني بخرة ببيته وبناتي يعني حيعمل ايه هيخلي عشان يخرب بيت أخته يعني وما بيعملش ما بيحسش هو بيعمل لي لأنا عليكتو قبل كده فمصح نفسي على حتادي طب فويس كملي من وراء جوزي كملي بس أنا مستحرمها حرام كده مش أنت اللي دفعتي من فلوسك يبقى من وراء جوزك أو بعلم جوزك تفرق في ايه يبقى عدم علم جوزك يبقى عدم علم جوزك أولى ما بقاش عايزة تعالج خلاص هو عايز مخدرته والبرة اللي فاتت كان عايزة تعالج ده احنا خدنا غصبة عنه هو متجوز آه ومراته ثابته هو أولاده ثابته خلعت آه ثابته بسبب الموضوع ولا ثابته كده سيابان اجتماعي لا ثابته بعدت عنه خلاص هو أولاده ثابوه لوحده كده آه ده مسكين ومحتاج حد يقرب منه ويقف عليه ويرحمه ويعالجه طب هنعمل ومساعدلين عليه لا لا يعني هنعمل ايه ما هو في حل واحد ملوش ملوش وسيله ومش هيحصل أبدا آه تبيعوه في السوق ها رد علي انا بانسو عارفة رد عليك هو الأخوات رجالة الرجالة ياخدوه قبل الحريم وسوق يوم الأربع يبيعوه ويخلصه كله عايز ليح الجمجمة يا جماعة ما ينفعش لازم نجاهد مع مرضانا ومع أصحاب الحاجات أولا ما ينفعش يباع لوحد يكون سامعني بقاله دي اتنين اتنين يقول الدكتور خرافة لا يا دكتور لا لا طبعا يعني مش حباع قدري قدري أنا قدري جي كده فيه واحدة تانية قدرها أخوها جي بيختم القرآن كل تلاتيات آخر حديثة نقريه النهاردة ابن المسعود من قرأ القرآن في أكثر من ثلاثة فهو راجز يعني كأنه بيقول شعر إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام ففي واحدة أخوها ربنا رزقه بالمصحف بشغل بأخلاق كويسة وأنا جي أخويا بالحالة دي ولا فيش حدي ببيع أخوه في سروق يبقى صبر واحتسب أصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أستاذ محمد السلام عليكم يا رباندي وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته نبع عرفني الحق والعجب من يلج ربنا سبحانه وتعالى فضل يا أخي من حال من حق الزوجة أيام سيدنا محمد كان بتحبس جلدة وتاخذ منه كل حاجة وتسرده ده الصرحة جاء ربنا سبحانه وتعالى قال كده أما هو ما كانتش بتحبسه وتاخد منه كل حاجة لإنه كراج المسلم اللي يصرف عليها اسمعني أبو سئد أهلك والجلان اسمعني لا أسمعك أسمعك ما تجيبش سيدة سيدنا محمد يا حبيبي أنت سألتيني سؤال في عمق تخصصي هاد كانت المرأة استنى بس استنى بس استنى وبعدين والله لديك فرصة كاملة تتردوا يا دكتور ده صار على الله تتردوا 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 ليه رد علي تتردوا ليه نحن إذا مخلصين مخدرات مش عجبها العيشة مش عجبها ليه عاجل تتفسح كل يوم الثاني مش عجبها العيشة طيب و أنت معاك تفسحها منين يا راجل تعبان طيب ما قلت لها شريف ويدناها منين وأنا تعبان و هي مصدقاك و عايشة معاك و عارفة أحوالك شارع ربنا قال للستي تحكل لحد و راجل يسع بس انتده لا الراجل ما يفرحش أصلا ولا ده قانون مدني لا ما ليش دعوا القوانين أنا القانون حماية للمجتمع و متاخذ من الشريع بلاش ندخل الخلوط وبعضها يا سيدي خليني أكمل جملتي حبا في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الستي يام النبي عليه الصلاة والسلام ما بتحبسوشي و بابا 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 وهو كان نجفة هو كان بيجبلها ويطبطب عليها ويحسن عشرتها ويحسن لقاء أهلها ويبرهم كان نجفة هتحبسوا ليه أما وقد تدونت الأوضاع يعني أشياء في دنيا ملونة فيها الحابل بالنابل في كذا في كذا يعني حتى حضرتك كنتم في السؤال عايزني أولع نار وابعتها من هنا عليها أحلقها هو عمليه هو لما راع عندهم يقرى الفتحة وتشيكوا ليبس بدلة أحلى من بدلتي وحطوا كفية تحت الجاكت عشان يداري ديء الجاكت ها يعني وحاجات كده وحباشتكات واخد معا أرستين ثلاثة جاتو ولا بتاع ولا جاتو وكانوا كانوا حلو وحريصين على وهي لو لقيت نقطة شاي نقطة جات على البنطلون بتجيب فوطة على طوله واختبالها مهتمية أنا قلتلكوا قبل كده في لقاء هنا في أعرف دينك إحنا عندنا ثقافة القرب الجريح لما نقرب من بعض ندور على إيه اللي ينكد على التاني ما بيتوش رايق وثايق ما عبودش ربنا فيه وحقق له ليلة سعيدة ينامها من الشاي للهم عايزة تتفسح كل يوم أنا ما قلهاش وجودنا مع بعض أحسن من الفسحة اللي ممكن نخليها كل ثلاث سنين طب بزمتك حلقي مكان أحلى من بيتنا تعالي جانبي تعالي جانبي مين يقول مين يقول هي مش عارفة كده هي عارفة لها هي خروجة والبيت سجن تهمها بالراحة البيت دنياكي القربين قالوا وَلَا يَخْرُجْنَا مِنْ بِيُوتِهِنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال الفقهاء والمفسرون تخرج لإقامة الحد عليها ثم تعودوا إلى بيتها البيت دا نعمة والله جعل لكم من بيوتكم سكنة إنما برا دا حيزق وده حيلطش وده حي يسب وده حيلعن وده حيفتح مطوى وبتاع التكتك حيتخانق وبتاع التاكسي مش عجبه الميت جنيه وبهدله وإن لتقيمة أعودوا شوفوا الأدان لما يدن صلوا واسكروا ربنا وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا هذا ما ينبغي أن نعرفه في إعرف دينك وما ينبغي أن يعلمه الوالد أبنائه وما ينبغي أن تعلمه الأم أبنائها وينبغي أن تتسقف عليه بناتنا وأن يعلمه أن البيت يكفي يكفي مش كلنا النهاردة بنا رايح صلاة الجمعة استحضرت نعمة من نعم الله كنت بكلم عطيه ابني وأحمد به عديلي بقوله إذا مش الواحد ربنا خلق وبيعمل حمام قاعدوا يتحكوا الواحد لو كان ومعملش حمام يموت الحمام ده زنقه وسموه حاصر محصور خشي من الزاوية دي بزمتك لو خرجنا وانت عوستي حمام بقى أو أنا عندي السكر أو السكر قرى بيدخلي من قطر زنك علي تقول أنا يا أخويا سلمت البعيد أروح فين بقى أروح مراحيط في الجانع أعمل جنب حيطة وفي الحديث كان يعذب وما يعذب فيه كبير كان لا يستبرق من بوله اللي ما بنظفش نفسه ده رايح جهنم حتى لو صال لو صال هو دا من الدين هو اعرب دينك اعرب دينك ونزل قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين في الأنصار لأنهم كانوا يتبعون الحجر للناء في الاستنجاء يعني كانوا على حيطة في استنجائهم وبنظفوا نفسهم مية 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 ولا فريق الجمعية دي في البيت ولا برة الواحد ينظف نفسه في بيته وربنا يحبه لأنه بنظف نفسه في بيته كله في بيته وياكل في بيته ويشرب في بيته ويرتع في بيته ويقلع في بيته ويلبس في بيته الخروجة دي للضرورة مين اللي حط في أزهان المسلمين البيت سجن ونغير جوه جوه إيه اللي حيتغير ونشم هوه هوه إيه اللي حيتشم غير الهوى بيتكو هو الهوى بره غير الهوى بيتكو لا إله إلا الله مين اللي علم الناس التفشان من البيت سعادة البيت سعادة وإيه الغدوتة من أهلكة تبوئ المؤمنين لمقاعدة للقتال يتبوئ الإنسان يخرج من عند أهله ويدقل على أهله ويفرح بأهله وإيه هو ختام وختام أقول لكم بكرة إن شاء الله عندنا حلقة من صلب إعراض دينك عارفين عنوانها إيه الربع ركزوا الربع شعائر والباقي معاملات ده عنوان الحلقة الربع شعائر والباقي التلتة أربع معاملات وبحسن جوعظ يتمتلك القلوب وسخر الطبع من دين يدوب فقل للمسرفين أهلا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب ولكم تحية حتى ألقاكم غدا لكم مني خالص الدعاء السلام عليكم عايز ربك يبقى في صفك تعرف دينك ولما تنادي تلاقي جنبك تعرف دينك عايزه دايماً يرفع أبرك يعرف دينك يعرف دينك الله 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 يا الله 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 يا الله عايز ربك يغفر زنبك يعرف دينك عايز دايماً يرتاح قلبك يعرف دينك عايز سيدنا النبي حباً يعرف دينك يعرف دينك عايزه دينك عايزه دينك عايزه دينك عايزه دينك